انت قادت لحضرتك انت بقى شخصيا من جميع النادي الاهلي والجميع بعد مباراة الاهلي والمكولون تحديدا في كرة التسلل اللي كانت عرامي ربيعة ما زالت عند رعيك ان الكرة كانت تسلل مية في المية؟ بص يا كريم انا برضو هرجع لك بلقطة تحكمية مع نفس اللقطة التحكمية مباراة دجلة والاهلي سنة اللي فاتت كنت انا الحكم وبالصدفة البحثة المساعدة الاول هو محمود ابو الرجال الحكم المساعدة المميز وهدف لودي دجلة تم احتسابه يعني ابو الرجال احتسابه والحكم البار كان واقل فرحان هتكري بقول لحضرك العسامي بالاسم وقال لي يا كابتن في في قال لي في الهربس كده في واحد من دجلة في موقف تسلل واعاق ايمن اشرف من مساعدة الكرة لكن اعاق حركة ايمن اشرف قلت لاجه اشوفها لان دي حاجة فنية الحكم بيروح اشوفها في البار رحت شفت اللقطة ولقيت فيه فعل ان الراجل رقم اربعة من ودي دجلة اعاق ايمن تقدم ايمن اشرف نفس اللعبة اللي عملها بالضبط رامي ربيعة اعاق ايمن اشرف وبالتالي كان تسلل واضح لانه تداخل مع المنافس او عمل حركة والحركة دي عمل بعد كده كنت اكتماع المنافس اعاقاته انه وصل انه مش اوصل للكرة اعاقاته انه يكمل في الكرة وبالتالي كان يتعاقب فساعتها انا عاقبته وديت تسلل ولغيت هدف دجلة مع الاهلي نفس اللعبة بالضبط حصلت نزيل اهلي فما فيش مشكلة احنا نتكلم في معيار واحد نظبوط ابو الرجال في اللعبة دي ابو الرجال انا عطيت يا رشيد بي جد انا قلت على اللعبة اللي عملها ابو الرجال دي دي لعبة الموسم تحكيميا لانه في وقت صعب في مباراة صعبة يعني اقول لك في فرقة بتنفس دوري وفرقة بتنفسها ضبط فتقرار صعب وفوقت صعب صحيح ابو الرجال كان معي احتسب اللعبة دي ومع ذلك اتعلم بالخبرات اتعلم اللقطة دي السنة اللي فاتت لما جات له السنة دي احتسبت منتغي يرتاح يشوف الرياكشن بتعبو الرجال وعلى وشه الرجل وثق من قراره ومتأكد من قرار وبالتالي انا بشيك به لان الرجل طبعا حكم كبير راح يمسكي في العالم بس خذ القرار منتغي اتزان وقرار صحيح مليون المية تسلل واضح وموجود لان رامر ابيعة اللي كان موجود في معقب تسلل عمل حركة وعمل كونتاكت مع المدافع وبالتالي هو تدخل في اللعب تدخل قصلي مع المنافس وبالتالي يعاقب بالتسلل وقرار صحيح من الحكم مضمت تحت البيت موسيقى